أكد خبراء أمنيون ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية لجم المجميع المسلحة الخارجة عن القانون على اعتبار أن المؤسسة العسكرية العراقية انتهت والمجميع المسلحة غير القانونية أصبحت البديل الآن في العراق وتسيطر على القرار الأمني وبيّنوا أنه منذ العام 2017 تزداد قوة هذه المجميع على حساب المؤسسة الأمنية والعسكرية السبب يعود إلى الدعم الخارجي الإيراني إضافة إلى تخادم المصالح الموجود اليوم والذي فرض وجود هذه الميليشيات على رأس الدولة والقرار السيادي العراقي وضفوا أن الفصائل تمتلك أسلحة أقوى وأفضل من تلك التي يمتلكها الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية بشددين على أن الدولة العراقية غير قادرة على ضبط هذه الفصائل وأنهاء وجودها إلا بالحصول على دعم ومساندة دولية وهذه القوة هي الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر